ترجمة نانسي قنقر الحاضر والمستقبل لم يدخر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رحمه الله الجهد والإمكانات في سبيل توفير أقصى درجات الرعاية والدعم للمواطن باعتباره حجر الأساس في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ سارت عملية بناء الإنسان جنبا إلى جنب مع عملية البناء الحضاري التي تخوضها الإمارات في كل مجالات الحياة وأصبحت دولة الإمارات في ظل قيادته الحكيمة وحتى أمن وأمان للجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين هذا وارتقت دولة الإمارات بفضل القيادة المخلصة المعطاءة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان إلى مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم بما حققته من إنجازات تنموية نوعية في شتى المجالات وسجلت حضورا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وإنسانيا قويا على الصعود كافة وتحركا ديناميكيا نشطا في التواصل عابرا للقارات فضلا عن نجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية سياسيا واستثماريا واقتصاديا وتجاريا وصناعيا وتكنولوجيا وعلميا وتربويا وصحيا وهو ما عزز مركزها الريادي المرموق بين دول العالم ركز الفقيد منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارات على تطبيق خطة استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان الرخاء للمواطنين وترتكز أهداف سموه الرئيسة كرئيس لدولة الإمارات على السير على نهج والده المغفور له شيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه الذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر